حالة الفنية بقى للأهلي دلوقتي متومناك ولا أنت الأهلي شوية؟ مش الأهلي يعني هي بس الفكرة فكرة التزابز بالمستوى ده لازم هيبقى موجود لأن فيها حاجتين بيتعملوا اللقات في النادي الأهلي واحد أنت بتلعب مباراة مضغوطة بشكل كبير جدا سواء على المستوى الدوري أو كان وإنت بتلعب قبل كده السمي فينال بتاع إفروحيا ثاني حاجة انت كمدرب مجبر ان انت تغير في التشكيل ما عندكش سبات تشكيل ما فيش سبات تشكيل مش هيبقى فيه برضو سبات مستوى لان فيه اوقات كتيرة جدا وده يمكن حاصل في المباراة اللي فاتت ان في لعبة كتير بعيد عن الملعب بتلعب انت عايز تجهزها انت عايز توفر لها دقايق لان انت ممكن تحتاجها في مباراة مهمة زي مباراة الترجي وفي لعبة انت مضطر لها يعني كمان زي محمود متولي اذا كان ياسر ابراهيم كان موجود ما كانش متولي هياخد الماتشاط اللي خدها الفترة اللي فاتت ولو انه قياسا بالفترة اللي هو قعدها والاصابات اللي مر بيها لما تيجي تحطه في مباراة مضغوطة بالشكل ده ومباراة صعبة انا من وجهة نظري مباراة صعبة يعني خصوصا مثلا مباراة زي مازنبي برا ملعبك لما تيجي تحتاجه ويقدي بالشكل ده دي حاجة تتحسيب له ويمكن حتى دلوقتي سواء كولر او سواء لجنة تخطيط في النادي بعد ما كانت واخد قرار انه ما يكملش اعتقد الناس دلوقتي ممكن تبتدي تفكر انه يكون موجود في النادي ويستمر ده ودي حاجة تحسب لللاعب ان انت وانت بعيد فترة ورجع من اصابة طويلة ان انت تقدي بالشكل ده وبالسبب ده انا شايف دي حاجة يعني حاجة كويسة ده حصل مع احمد عبداليادر بقى كان بعيد خالص وكان حصل قبل كده لو تفتكر مع ياسر ابراهيم من فترة طويلة كده برضو قعد فترة طويلة بعيد ولما رجع محدش من المشاهدين او من المتابعين توقع انه هيرجع بالقوة دي لما كنت تتفرج عليه تقول ان ده لعيب رجليه في الملعب ما هواش بعيد خالص عن ويه دلوقتي هيسبت رجله في الملعب انه ما طلعش بره دلوقتي انت الفترة اللي عادها ياسر ابراهيم دي مش عايز اقول انت عندك مشاكل في خط الضهر لان يعني الصناية اللي موجودة دلوقتي اللي هي رامي ومنعم لا انا شايفها صناية جيدة جدا بس انت افتقدت عنصر مهم جدا وعنصر اساسي جدا كان يعني متقل خط الضهر النادي القليل بشكل جيد جدا اشتركوا في القناة